نائما في كرة القدم المحلية هذه المرة تتوصل اليوم مباراة الجولة الرابعة لمطلة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وعن برنامج الجولة لهذا السبت هو كالتالي هلال شلغوم العيد يستقبل اتحاد العاصمة نادي باردو يواجه شباب قصنطينة هذه المباراة تتابعونها مباشرة على القناة السادسة الشبابية ابتداء من الساعة الرابعة ونصف أما مولودية وهران فستواجه جمعية شلف وسيكون اللقاء منقونا على المباشر على القناة الشبابية أيضا ابتداء من الساعة السابعة مساء هذا وأصفرت مباراة هذه الجولة التي لعبت أمس عن النتائج التالية مولودية الجزائر فازت على ناجم مقرى بهدفين مقابل هدف شبيبة الصورة تغلبت على أمل الأربعاء بهدفين السفر فريق اتحاد بسكراه والآخر ينهي اللقاء بثلاث نقاط إضافية في رصيده بعد تغلبه على مولودية البيض بهدف دون رد